بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناس كتير عندها اعتقاد بأن فريدة الصيام حاجة مرتبطة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم وبس لكن في الواقع الكلام ده غير دقيق المسلمين مش هم بس اللي بيصوموا من كل الأمم وما هوش تكليف قاصر علينا دونا عن الأمم اللي سبعونا ربنا سبحانه وتعالى كتبوا كمان على الأمم اللي قبلنا وتقدر تقول كده من بداية الخلق والحد النهاردة والصيام بيمارس بين الناس الصيام فريضة ممتدة أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم كمان عندهم صيام نفس الفريضة لكن بهيئة مختلفة وصفة مختلفة وعدد أيام مختلفة والأغرب من كده كمان إن الصيام ما توقفش عند أصحاب الشرائع السماوية وبس بل إن الديانات والملل التانية هم كمان عندهم صيام وأصبح الصيام في النهاية بيمارس عند كل الناس تقريبا أهلا بيكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن الصيام عند الأمم السابقة وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول من المعروف عندنا في الأثر الإسلامي إن الصيام كان مفروض على الناس بداية من زمان نوح عليه السلام مرورا بالأمم اللي جات من بعده والحد أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومدة الصيام السائدة عند معظم الأمم كانت ثلاثة أيام من كل شهر وفي كل عصر وزمان منهم كان بيختلف شكل الصيام وهيئته تبقا لأوامر ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء اللي بعثوا في الأمم دي لكنه كان في العموم إمساك عن شيء معين سواء طعام أو شراب أو حاجة تانية الصيام عند المسلمين هو إمساك عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من طروع الفجر وحتى غروب الشمس أما بقى عند اليهود القدماء فالموضوع كان مختلف شوية الصوم شعيرة من شعائرهم هو منصوص عليها في التوراة لكن اليهود القدماء كانوا بيصوموا يوم كامل يعني من مساء يوم لحد مساء اليوم اللي بعده يعني تقريبا 24 ساعة متواصلة وبالإضافة للإنتناع عن الطعام والشراب كانوا بيعملوا ممارسات تانية زي إنهم أثناء الصيام بيناموا على الحصى والتراب كنوع من أنواع التقشف أما بخصوص مدة صيامهم وتوقيته فكانوا بيصوموا اليوم العاشر من الشهر السابع والمعروف عندنا باسم عشراء وهو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه موسى عليه السلام من بطش فرعون واليهود المعصرين لينا بيصوموا في السنة كلها حوالي ستة أيام فقط كمان من مظاهر الصيام في الأوم السابقة صيام نبي الله داود عليه السلام واللي معروف بإنه أحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام كان طول حياته بيصوم يوم ويفطر يوم وده تم ذكره نصا في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدثه ويصوم يوما ويفطر يوم متفق عليه من جبال الصيام عند المصارى إجمال أيام الصيام اللي ممكن يصومها الشخص المسيحي على مدار السنة بيقدروا بحوالي 267 يوم لكن أهم الأيام دي عمتا عند المسيحيين أيام الصوم الكبير واللي عددهم حوالي 55 يوم وده بيكون صيام كامل عن الطعام والشراب بيدوم من الساعة 12 بعد منتصف الليل والحد الساعة 5 تقريبا مع غروب شمس تاني يوم ووقت الإفطار بيفطروا على أطعمة غير حيوانية وبيمتنعوا عن أكل اللحوم بكافة أنواعها وبيتجنبوا كمان أي منتج من منتجات الحيوانات اللي زي البيض واللبن والجبنة والزبدة وخلافه بيكلوا في الفترة دي أطعمة نباتية وبس ونظرا لطول فترة الصيام والممتدة لما يزيد عن نصف أيام السنة فبيكلوا السمك في بعض أنواع الصيام واللي بيطلق عليه صيام الدرجة التانية وموجود عندهم كمان صيام بيطلق عليه صيام الرسل واللي بيعتبر من أقدم أنواع الصيام وعندهم كمان أنواع أخرى من الصيام زي صوم العزراء وصوم نينوي وغيرهم ده غير إن بني إسرائيل واللي هم أبناء يعقوب عليه السلام وزريتهم وفي بداية ظهور المسيحية كان في نوع معروف من الصيام ألا وهو الصيام عن الكلام أو صيام الصمت واللي كان خلاله بيمتنع الشخص عن الكلام مع الناس تماما وده ظهر في قصة مريم عليها السلام في نص الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكان من بني إسرائيل من يصوم عن الكلام كما يصوم عن الطعام إلا من ذكر الله وبعد أهل الكتاب كانوا بيمتنعوا عن الجلوس وكانوا بيعتبروا ده نوع من أنواع الصيام والبعض الآخر كان بيمتنعوا عن الظل يعني كانوا يفضلوا معرضين للشمس خلال فترات طويلة بدون ما يستظلوا كشكل من أشكال الصيام عندهم وبعضهم كان بيصوم لحد ما يحصل ما يسمى بتشابك النجوم يعني مش بيفتروا عند مغرب الشمس زي المسلمين كانوا بيصوموا لحد ما النجوم تظهر في السماء لو بصنا على التاريخ بقى هنلاقي إن الصيام كان معروف عند الأمم السابقة بما فيهم الوثانيين الصوم كان ركن من أركان العبادات عندهم ومن الأمم دي اليونان والرومان ووساني الهند لكن قبل ما نتطرق في الحديث عنهم خلينا نتكلم الأول عن القدماء المصريين لحد النهاردة ما فيش دليل قاطع بيؤكد إن القدماء المصريين كانوا بيصوموا الموضوع عليه خلاف وده على لسان عدد من علماء المصريات زي الدكتور زاهي حواس لكن مازال في رأي تاني بيقول إن الصوم أو ما يشابه الصوم كان معروف عند قدماء المصريين وكان واحد من التقوس اللي مارسها المصريين القدماء بهدف التقرب للآلهة ونيل الرضا وطلب الغفران والبركات وتطهير النفوس من الزنوب والأخطاء وكان فيه نوع من الصوم منتشر بين الكهنة وبس ونوع تاني بيمرسه عمة الناس وبيعتقد إن كان فيه صوم تاني بيقوم به المصريين القدماء اسمه صوم إرضاء الأموات وكانت فكرة الصوم ده هو إن بعض أرواح الأموات على حد اعتقدهم بتكون محرومة من الطعام والشراب فكانوا بيصوموا كنوع من أنواع الموساه والإرضاء للموت دول الشاهد إن تقوس الصوم عند المصريين القدماء بيقال إنها انتقلت من عندهم مباشرة لحد اليونان وهناك ظهر الصوم للمرة الأولى الصيام في اليونان القديمة كان بيهدف لتجهيز أجساد الرياضيين للتدريب البدني قبل الألعاب الأولمبية وكان الصيام بيفرد كمان على النساء وكان الإغريق بيعتبروه وسيلة لتنمية الزكاء وتعميق النظرة الداخلية للنفس وبيشاع عن الفيلسوف وعلم الرياضيات اليوناني في ساغورس إنه صام حوالي 40 يوم قبل ما يخوض بعض امتحانات الدراسة اللي التحق بيها في فترة شبابه ولاحظ في الوقت ده إنه طرق عليهم قوة جسدية وصفاء في الزهن وبدأ يحكي عن تجربته مع الصيام دي لتلمزته فيما بعد ومن اليونان انتقل الصوم للرومان وأخيرا انتشر في الحضارة الهندية بعد كده واللي لسه مظاهر الصيام فيها متأصلة لحد دلوقتي زي الصيام اللي موجود عند طواقف البرهمة والبوزيين الموجودين في شبه الجزيرة الهندية والصوم هناك في العادة مش واجب لكنه عمل أخلاقي بعضهم بيستزيد فيه حد الصرامة والبعض بيتساهل فيه بدرجة كبيرة يعني في بعض الحالات الصيام بيكون عبارة عن إن الشخص يستغنى عن وجبة واحدة فقط من وجبات الطعام في اليوم ويكتفي باتنين والبعض الآخر بينتقل من أكل اللحوم للأطباء النباتية والأمح والشعير وخلافه وأحد طقوس الصوم الصارمة المنتشرة هناك عند بعض الطواقف هو الامتناع عن تناول أي شيء أو حتى ابتلاع الريق لمدة تصل لأربعة وعشرين ساعة وممكن يمتد الصيام على الطريقة دي لفترة زمنية تتعدى التلات أيام وخلال الفترة دي مش بيتناولوا غير بعض رشفات من الشاي ومن مظاهر الصيام عند البوزيين إنهم كانوا بيصوموا أربع أيام في بداية كل شهر قمري بدون ماء ولا طعام على الإطلاق وصيامهم كان بيشمل الامتناع عن العمل بالإضافة للامتناع عن الطعام والشراب في النهاية بقى معظم الوثنيين كانوا بيصوموا لتسكين غضب الآلهة وكانوا بيعتقدوا إن أرضاء الآلهة والتزلف ليها بيكون من خلال تعزيب النفس وإماتة حظوظ الجسد وانتشر الاعتقدة عند بعض أهل الكتاب فيما بعد لحد ما جه الإسلام علشان يعلم الناس إن الصيام فرد لإنه بيعد النفس علشان تظفر بالتقوى وإن ربنا سبحانه وتعالى غني عننا وعن العمل وما كتبش علينا الصيام إلا لمنفعتنا إحنا واحتياجنا إحنا إليه وأخيرا الصيام في الإسلام يعتبر الصورة الأمثل من الصيام المعتدل على مر العصور سواء عند أهل الكتاب أو الوثنيين وده طبعا لا ينقص من صيام الأنبياء السابقين أي شيء قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجة فصلوات ربي وسلامه عليهم جميعا دينهم واحد وشرائعهم شتى وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن الصيام عند الأمم السابقة تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية آه حاجة أخيرة لو حابين تتعرفوا أكتر على الدول والمدن والمعالم الأثرية والمزارات السيحية في قناتنا الجديدة الرحالة هنخدكم في رحلة كل أسبوع لمكان جديد هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف اشتركوا فيها وفعلوا الجرس واللي اشترك يكتب في تعليق تحت الفيديو إنه بقى رحال جديد سلام